طيب خلينا نروح للخبر المحلي اللي بعد كده هو خبر يتعلق بالسباحة فريدة عثمان سمكة مصر الزهبية تفوز بفضية بطولة ميري نوستروم للسباحة اللي بتتلاعب في أسبانيا يمكن فريدة حققت المديلة الفضية في منافسات سباء 50 متر فراشة بعد محققت زمن وقدره 25.73 ثانية وجدت وراء بطلة فرنسا واللي حققت الدهب ودي مش المديلة الوحيدة لفريدة في البطولة لأنها كانت حققت المديلة الفضية برضو في سباء 100 متر فراشة بعد ما كانت حققت زمن وقدره 59.36 ثانية وكانت جات وراء بطلة هولندا حقيقة خلينا أقول لكم أن فريدة يمكن عندها السبع الرئيسي لها 50 متر فراشة وده سبع مش موجود في اللومبيات ويمكن هو ده اللي بيعوق فريدة عثمان تعرفين كل لاعب ولاه نمط سباء معين يعني السباحين المسافات الطويلة ما يداروش يسافروا أو يلاعبوا أو يلعبوا المسافات القصيرة بيبقى كل لاعب زي الجاري جاري المسافات الطويلة غير جاري السبرينتر 100 متر كل لاعب بيبقى ليه سبع بتماسبي للأسف فريدة عثمان من اللاعبات اللي السبع بتاعها مش موجود في اللومبيات ومع ذلك بتشارك في سبقات أخرى زي 100 متر فراشة ولكن ده مش السبع الأساسي اللي فريدة عثمان بتحقق من خلاله المديليات المعتادة ألف مليون مبروكة فريدة ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله في البطلات القادمة